موسيقى أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج رؤى وطنية حيث نتناول دور القطع الخاص ومشاركته في تعزيز الاقتصاد من خلال مهرجان هلا فبراير الذي أريد له أن يكون رديفا لقطاع السياحة وداعما له في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني ولذلك نستضيف اليوم الأستاذ وليد الصقعبي عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان هلا فبراير 2016 فأهلا وسهلا بك نحاول في حوار الليلة أيها السيدات والسادة الإجابة على التساؤلات التالية إلى أين وصل مهرجان هلا فبراير بعد كل هذه السنوات وهل من الممكن أن يسهم هذا المهرجان في دعم قطاع السياحة في الكويت ليكون رديفا ومعززا للاقتصاد الوطني للإجابة على هذه الأسئلة والتساؤلات الأخرى الخاصة بهذا الموضوع نتابع أيها السيدات والسادة هذا التقرير ومن ثم نحاور ضيفنا هنا في الاستوديو حين تتخطى مهرجانات السياحة والتسوق عتبة الترفيه والترويح إلى هدف المشاركة في الخطط الاستراتيجية للدولة حينها تتألق صورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ومهرجان هلا فبراير واحدا من أبرز هذه الصور فهو لم يعد حدثا تسويقيا فحسب بل إنه مشروع يملك الدعم الكامل للانطلاق نحو لعب دوره الفاعل في المسؤولية الوطنية من خلال المساهمة في مشروعات التنمية إلى جانب القيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية عبر استقطاب فئة الشباب واستيعاب طاقاتهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أكد أهمية دور القطاع الخاص في قيادة التنمية فكانت رؤية سامية وتوجهات مدركة للدور الحيوي لهذا القطاع بل إنها رؤية حملت وثيقة لمواجهة التحديات الاقتصادية واستشعر مبكر بمتطلبات المرحلة التنموية في القطاع الخاص يعني للأسف أقول بأنه يعني أنا أحش بأنه ظلم ما أعطي الفرصة أنه هو اللي يقوم بأعمال تخص الكويت ومصطحة الكويت لكن أنا من الناس اللي مؤمنين في القطاع الخاص وترجمة لهذه التوجهات السامية شرعت مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة في إشراك القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكافية للعب دوره شريكاً للقطاع الحكومي في تنفيذ المشروعات الحيوية سيما تنشط دور السياحة الذي يشكل مهرجان هلا فبراير واحداً من أهم الفعاليات التي يقوم بها القطاع الخاص على هذا الخط فجاءت أنشطة المهرجان على مدى دوراته الماضية فري بالأنشطة مفعمة بالخطط حتى أصبح علامة مميزة في خارطة مهرجانات السياحة والتسوق إنها الشراكة الحقيقية والمتميزة بين القطاعين العام والخاص الحكومة بدعمها وتسخير كافة إمكانياتها عبر مؤسساتها المختلفة والقطاع الخاص عبر مساهمته في تنفيذ الخطط والمشروعات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي إذن نرحب مجدداً بالأستاذ وليد السقبي عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان هلا فبراير 2016 أستاذ وليد بدايةً حضرت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وجه كامل الدعم للقطاع الخاص دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مهرجان هلا فبراير الذي يقام كل سنة بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً القطاع الخاص هو لدور أساسي في المهرجان هلا فبراير القطاع الخاص هو يدعم مهرجان هلا فبراير منذ 2003 بعدما لو نقول الحكومة شالت يذهب من المهرجان اللي كان من 1999 ل2003 بدعم مادي ومعنوي من الحكومة عندما اتجه المهرجان هلا فبراير للقطاع الخاص في ذاك الوقت كانت الحركة الاقتصادية بالعالم ككل كانت حركة يعني بما معناه في فلوس نشطة نشطة فكل سنة عن سنة تختلف يعني تختلف الأمور الاقتصادية تختلف الأمور دعم أي إفنت أنت بسويه أي مناسبة بقض النظر إذا كان هلا فبراير أو غير هلا فبراير لكن في الحقيقة سنة هذه بالذات دور القطاع الخاص دور مهم وأنا بأخذ كلمة سمو الأميرة اللي يحفظها القطاع الخاص ظلم ومهرجان هلا فبراير أيضا ظلم القطاع الخاص ظلم لأن القطاع الخاص لا يمكن يأخذ أي شيء مع الحكومة غير هلا فبراير أنا ما بيأتكلم الآن ما بيأتكلم عن هلا فبراير احنا عندنا الآن قطية أساسية قطاع الخاص والحكومة نبي الشراكة بينهم سواء هلا فبراير أو غير هلا فبراير احنا هالسنة احنا تحدينا الصعوبات ومثل ما تقول بمعنى كسرنا الصخر عشان مهرجان هلا فبراير يقوم رغم الأزمات المالية اللي موجودة بالبلد وبالعالم للأمانة يعني أنا بشكر شركة أريد ولي شراكتها مع هلا فبراير لدعمها المادي لهلا فبراير أمانة وصلنا إلى مرحلة أنه ما في فلوس بالبلد ما في فلوس للقطاع الخاص تدعم المهرجان كذل ما تعطيني مبلغ معين أنا أسوي فعالي يعني نوع هذا الدعم لا شك أنه القطاع الخاص يعني هو طموح مشروع لأي شركة نعم أن تجني بعد أن تدفع ما هو الدور المطلوب من القطاع الخاص يعني اللي نفهمه على الأقل بقالب مهرجان هلا فبراير كيف يمكن أن أسوق لشيء وأجني من بعد هذا الشيء دون أن أكلف الحكومة شيء يعني دور القطاع الخاص بختصر أنا ما كلفت الحكومة بشيء الحين وقت الحالي هلا فبراير هلا فبراير من 2003 ليه 2016 ما كلف الحكومة ولا فلس الحكومة تدعمني ماديا الحكومة مم قصرة مع المهرجان الحكومة مشكلة بوزاراتها الداخلية الأعلام مم قصرين للأمانة معلش أنا موجود عندكم لكن الأعلام دور أساسي في المهرجان وشراكة أساسية في المهرجان لدارة عامل للأطفاء وأنا ياك الحين لدارة عامل للأطفاء موجودة بمسرح هلا فبراير اللي فيه أمسية دينية زي يوميا عندنا لدارة الأطفاء الحرس الوطني وزارة الكهرباء ما بأنسى وزاراته ومشاركته كل وزارة ومؤسسة تدعمت المهرجان بس أنا ما بي بس دعم ما بي أطلع أنا بالمقابلة ما بي أروح أصور لهذا لا فيه أمور ثانية أهم من الفلوس اللي هي لو نقول أفتح البلد يعني لديكم مشكلة من دخول الجاليات أكيد طبعا الوزارة الداخلية عندها أو عفوا يعني دخول الأجانب الأجانب الداخلية عندها 34 جنسية تأخذ فيزا من المطار إذن هذا من اللي بيك أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية وإندوليسيا دول ما تدري ولي كويت بس أنا هذا ما يهمني الكويت أنا بك الآن الجانب الثاني السياحة السياحة وهو مهرجان هلا فبراير خوي لما اليوم الجماعة فكرتهم حطوه مهرجان هلا فبراير ليش حطوه شهر أثنين شهر أثنين أكثر شهور حلو شهر أثنين فيه عطل فيه عياد فأساس الناس لا تسافر برا والجو معتدل أصلا والجو معتدل وعطلة نصف السنة الدراسية ما يبون الناس تسافر يبون سياحة داخلية إذن أنت سياحة داخلية وما عندك فلوس مشكلة إذن سياحة داخلية مسكر كل شيء عملا مشكلة إذن واحد لما يكون موجود وهو هنا عازم بيب أهله أنا ما أتكلم لك الآن أتكلم لك من بدايته وليل حين مشاكل ترى نفس المشاكل نفس الكلام ونحن نطلع ونتكلم هذا بس الحين يعني أحسب كلام سمو الأمير والرؤية تغيرت شراكة بين القطاع الخاص والحكومة نتمنى تنشيط السياحة مو بس الاقتصاد المحلي داخل عندك الاقتصاد هذا شيء مهم ترى أنا لما أسوي مهرجان هلا فبراير أنا ما اعتمد لي على تقول لي حفلة ولا مسيار شعرية ولا هذا هذا شيء مكمل للمهرجان ويعتبر على هامش المهرجان وهما مثل ما تقول أنا يعني الخارطة الطريق مات المهرجان سياحة واقتصاد زي أنت بتقول لي إحنا سياحة شون سياحة أنا يقول لك سياحة سلام كالله إحنا بيحتمدين على دول الخليج وهم لي يقدرون ليونك جنسيات الثانية حسب الشروط حسب الشروط وهم أيونك زي بتقول لي اقتصاد شون الاقتصاد أي واحد ييك يهني من بره حتى داخل الكويت يصرف يصرف أنا حتى رائع البقالة مستفيد هذا حرك العجل الاقتصادية حرك بيع التجسر زيادة للناتج المحلي الإجمال أي هذا برافو علي فإحنا يعني هذا شيء مهم بالنسبة لنا أنا عندي سلام كالله إحصائيات دخول وخروج طبعا وزارة الداخلية تعطيني إياها أرقام أرقام رهيبة بدش الكويت في شهر فبراير عندي إحصائيات عملية السحب من الكينة عرفت شون أرقام 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 يعني أرقام أرقام يعني فعلا فيه تنشيط فيه تنشيط إحنا دورنا السياحة والاختصار طيب يعني لنكون أكثر دقة أستاذ وليد ما الذي ينقص بالإضافة إلى ربما استخراج الفيز لبعض الجنسيات وقد تكون بعضها عربية لكن هناك نظرة أيضا لوزارة الداخلية دعم أو ما في شك ما في شك طيب في هذا الموضوع أنتم بحاجة لمرون أكثر ربما من هذا الجانب الجوانب الأخرى يعني بخلاف الدخول والخروج إلى الكويت سهل ليش ما أستقل أنا أماكن الحكومية ليش ما أستقل أنا جزر عندنا تسأل جزر تسأل جزر ليش ما أستقلهم ليش ما أستقل أنا الخط الساحلي البحر المشروعات السياحية أبراج الكويت ليش أي نوع من الاستغلال تقصد أنا أسوي فيه فعاليات أسوي فيه وما الذي يمنع الآن ما الذي يمنع إقامة فعاليات في هذه الأماكن وين بالجزر؟ ليس بالجزر الجزر أصلاً غير معمر البحر مسكر إلى الآن البحر مسكر أبراج الكويت مسكر ولكن نتحدث عن الأبراج وعن الأماكن في التابعة للمشروعات السياحية بالإضافة إلى الواجهة البحرية على امتداد شار الخليج تسعة أو عشرة كيلو أبراج الكويت مسكر على ثلاث سنين أو أربع سنين الكويت معروفة بأبراج الكويت نعم هي علم فارقة هذا الألم الذي هو مسكر طيب شنو تبينا أستقل؟ أنا لما أستقل شغلة من الحكومة أو من أي قطاع ثاني يعني ويا الحكومة على ما أجزل كتاب ويرجع لي ويرجز لي خلاص شهر فبراير ندخل في بيروقراطية الإجراءات نبي قرار طيب بالإضافة إلى الأبراج يعني ما النواقص لديكم بالنسبة للأماكن يعني ما هي الأماكن اللي بالإمكان استغلالها لماذا لا يقوم القطاع الخاص مثلا بتشييد بعض الأماكن قد تكون أسواق قد تكون خلاف ذلك لكن نرى أنه السياحة في الكويت ممثلة ربما بالأسواق بشكل أكبر وبعض الفعاليات التي أشرت إليها في بداية الحلقة لتكون غنائية أو ما إلى ذلك ما النواقص التي يمكن أن يكملها القطاع الخاص برأيه ليش مو قطاع السياحة في وزارة الإعلام نشطها الأمور بأي شكل ينشط هم عندهم رؤية وعندهم خطات وعندهم هذا السلام كالله صالة يمكن أكثر من 10-15 سنة قطاع السياحة موجود بالكويت ما سمعنا عنها شي نحن نيد قل لنا تعال وانت يا قطاع خاص تعال سوي السياحة وفي إدارة سياحة بالكويت ليش هي ما تنشط يعني أنا ما أنا أعرف إذا تبون القطاع الخاص أوه يشتغل بالسياحة ولا تبون القطاع الخاص يشتغل رياضة ولا تبونه يشتغل هذا فنخلي إحنا فوكس قطاع الخاص تعال ساعد أو مول زين أي شي تبيه مثل مبادرات الشباب لو نقول مثلا افتراضية شل مطلوب القطاع الخاص احنا ما احنا عارفين شل مطلوب القطاع الخاص يعني حتى حتى يعني انت حين يقول لي شل لتكون المبادرة يعني لتكون المبادرة مثلا من القطاع الخاص الدولة استعانت بالقطاع الخاص لتطوير هذه الفعاليات خلال مهرجان هالو فبراير الذي يقام سنويا لابد أنه يعني من عام 1999 نحن نتحدث عن 17 سنة أو 17 سنة طيب 17 سنة ألم يبادر القطاع الخاص بأي مبادرة على الأقل من تراكم الخبرة لديهم ما الذي يمكن أن نستغله لدفع الأموال ومن ثم جني الأموال بشكل عكسي لا شوف القطاع الخاص مثل ما تفضلت هو من 1999 من 2004 هالو فبراير لا نتحدث من إقامة من 2004 قطاع الخاص من 2004 ليه الحين القطاع الخاص هو اللي يمول مهرجان هالو فبراير يموله بفلوس كاش أو يموله بأشياء ثانية اللي هي مثل جوائز سيارات وهذا القطاع الخاص دفع لك أنت شن قدمت له أنا قدمت له مهرجان كامل هني خلاص انتهى دوره إذا بنتكلم على مهرجان هالو فبراير أنا لا أتكلم فقط عن التسويق خلال الفترة أنا أتكلم عن يايك البنى التحتية يايك القطاع الخاص زين ليش ما تسير مبادرة من الحكومة زين وتقول لها تعال شاركني أنا ما أقدر أتكلم عن القطاع الخاص ولا أقدر أتكلم عن الحكومة زين أنا هنا موجود أو مهرجان هالو فبراير موجود ضمن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للفترة الحالية فقط أنا أقوم شهر ترى أسألوا بيتنا أرد شو زين بس إحنا كثير ما نقدر يعني اللجنة العليا المنظمة للمهرجان هالو فبراير 2016 كثر ما تقدر قاعد تحاول أن الشراكة هذه أنها الدوم يعني إحنا ما نشتغل حق هالسنة هذه إحنا إن شاء الله يعني ودنا أن نشتغل سنوات أخرى ممكن بنفس الوقت يعني اسمحني هنا أستاذ وريدي نحن لا نريد أن نستغل هالو فبراير فقط خلال فبراير نحن نريد أن نستغل هالو فبراير طيب لإقامة على الأقل نقاط سياحية في الكويت يكون هالو فبراير أو مهرجان هالو فبراير المعروف على الأقل إقليميا في الدول المحيطة هو منطلق الإعلان أو منطلق التسويق لهذه النقاط أو هذه الفعاليات أو هذه الأماكن طيب يعني تعزيز الجانب السياحي في الكويت من خلال يا سيدي لا تدفعوا مالا ولكن قدموا استشارات ناجعة مفيدة للبلد طيب وإن أردتم استثمارها ف يعني ستجدوا أكثر من فرصة لدى الحكومة بالاستثمار أو بالمساعدة أو بمنح الأراضي أو ما شابه ذلك يعني هذا ما أتحدث عن تعزيز السياحة في الكويت من خلال التسويق بفترة شهر فبراير الذي يكون به المهرجة شوفوا إحنا بالكويت عندنا أحسن ثلاث شهور موجودة بالعالم ما تحصلها مهم زين اللي هو شهور 12 و 11 عفوا 12 و 11 12 واحد و 2 أحسن ثلاث شهور إذا تريد تسوي أي فعاليات أو أي نشاط سياحي ما لك لها الثلاث شهور فقط زين إحنا المشكلة هنا إنت لما تسوي إنت ثلاث شهور هذه زين مم عقول أنا أسوي احتفالية ولا أسوي بنشط السياحة ناس ثانية تدعم السياحة الخارجية ما يصير ما يصير أنا بالناس تيني وفي ناس ثانية تسوي خصومات تذاكر وكل شي أطلع الناس شا استفدت أنا ما استفد شي يجب أن يكون هناك توافقين لازم لازم أنا وياك ودنا إحنا القطاع الخاص يبدي من الآن أنه يشتغل بالنهاية ترك كل قاعد يشتغل حق الكويت ما قاعد يشتغل حق الخطرات ما رأيك أن نأخذ شريحة لبعض الجمهور حول التسويق لمهرجان هلا فبراير من خلال هذا التسجيل مع الزملاء ومن ثم نتابع حوارنا هنا في الستوديو مع الأستاذ وليد الصاقعبي رئيس لدينا العالمية لمهرجان هلا فبراير طبعا أنا الحين في سوق المباركية وشايف طبعا الزينة اللي موجودة بمناسبة هلا فبراير الأجواء جميلة فعلا وأنا شايف واحد سياح خليجيين أغلبهم الشارع لا بأس فيه لكن يحتاج شوية نظافة ويحتاج إلى تنظيم أكثر ويحتاج إلى إعلانات أكثر ولازم يفعلون أكثر حق الشعب نفسه الترفيه الإعلانات التسويق الأكثر والله هلا فبراير واقف الحجة عننا صراحة الله يعز الحكومة ويعز الغايمين على هلا فبراير صراحة ترى أنا توني واصل يعني اليوم الصبح فما شفت الفعاليات فسامعنا الشيء راقي صراحة الله خليكم بلدكم ويدوم عليكم نعمل العمن والأمان ويستر علينا الخليج كلنا إن شاء الله طبعا إذن نتابع حوارنا هنا في الستوديو مع الأستاذ وليد الصاقابوية عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان أهالة فبراير 2016 أستاذ وليد الإعلان تكرر في أكثر من مداخل الإعلان أو التسويق الإعلان التسويق الإعلان التسويق أنا عندي بجت معين عندي مبلغ معين وهو المفروض أمانة أي شيء أنت بتسويه لازم تقط ثلاثة أربعة على الإعلان بس للأسف إحنا إذا قطينا ثلاثة أربعة حق الإعلان ما نسوي شيء ثاني تستهلك هذه الأموال في العلام إحنا نقول لو الحكومة تدعمنا بس بالإعلان ما نبي شيء ومو عن طريقنا زين عن طريق شركات إعلانات ما بيغانا بس بالكويت إحنا نقدر نقطع الكويت أنا أبي بره بالمنطقة بالخليج بالعالم أنا ليش أفتح التلفزيون على أي قناة أجنبية ألقى مهرجانات الدول الثانية زين ليش إحنا شناقصنا إحنا مهرجاناتنا أحسن إحنا تسويقنا أحسن إحنا سياحتنا اللي إحنا شايفينها هي حسب رعانة أفضل مهرجان التسوق أساسا لمهرجان هذه الفضائر مهرجان التسوق أفضل مهرجان بالمنطقة بأرقام ووثائق أنا أقول لك شو سريف بخصومات تقصد؟ خصومات واحد اثنين عدد المشاركين من الشركات المحلية من المحلات أنا عندي أكثر من ألف محل مشارك أقضى النظر شنو هذه المحلات تلقى فوق ونص وتحت ما عندي فئة معينة عندي أكثر من أشهر جمعيات تعاونية عندي أربع مجمعات تجارية عندي سلام كالله جميع فروع أربع مجمعات تجارية على مستوى الكويت أستاذري؟ على مستوى الكويت ايه؟ أعتقد أنه هذا العدد قليل يعني أربع مجمعات تجارية؟ لا لا ولا شيء هذا أصلا في منطقة الفروانية بمفرادية أكثر من هما بالفروانية لا لا أنا أتحدث أنه في الفروانية فقط يعني أكثر من يعني مجمع يقول لك لا والله بشكور أنا عندي أسوي فعالياتي وأسوي سحباتي بكيفك أتتخيل وزارة تجارية سنة من الأسنين وقفت ترخيص عن هلا فبراير سنة من الأسنين سنة من الأسنين يعني أقول لك زين نحن نرجع أربع مجمعات كل فروع شركة أريدو تدي شم كوبون كوبون سحب وزعت من البداية ليه الحين خمسة مليون كوبون خمسة مليون كوبون للمحلات المشاركة للمحلات المشاركة طيب ماذا عن المحلات المشاركة في مجمعات غير مشاركة ما هو وبعض ذلك لا لا أنا شنو قلت لك قلت لك مجمعات ومحلات عندما أتكلم مجمعات المجمع كلها مشارك في محلات ثانية لكامل المحلات اي 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 في محلات ثانية أنا شنو تستفيد أنت من الكوبون أنت تروح تشتري أغراضك تروح الجمعية تشتري أغراض تروح السوق تسوي شوينغ يحطون الكوبون كل يوم عندي أنا يوميا فايز بسيارة موديل 2017 ويوم الثاني 1000 دينار كاش من اللي يعطيك هذا الفلوس هذه خطاح الخاص الشركات اللي تمول المهرجات هي اللي تدفع هالفلوس هذه دعنا نعود إلى جانب الإعلان ولكن أود أن يعني نأخذ الجانب الخارجي من الإعلان في الكويت كل الكويت تعلم أنه هناك هلا فبراه كل الكويت في كل مكان حتى الطفل يعلم أنه هناك مهرجان هلا فبراير وسيبدأ مع بداية رفع العلم في الاحتفال بالعياد الوطنية هذا يعني أمر بديه لدينا في الكويت لكن التسويق خارجيا حتى الخليج ربما لديهم معرفة بمهرجان هلا فبراير كما نعلم بمهرجان التسويق في دبي في كل عام لكن دعنا نتحدث عن قطاع مهم وهو الخطوط الجوية الكويتية لديها أكثر من محطة في العالم هل تقومون أو هل حاولتم أن تسوقوا لمهرجان هلا فبراير من خلال الخطوط الجوية الكويتية في محطتها الخارجية خطوط الجوية الكويتية شريك فيها هلا فبراير خطوط الجوية الكويتية تقوم بعمل خصومات للتكت تذاكر بالإضافة إلى حسب يعني مثل ما تقول العطلات مكتب العطلات اللي موجود بالكويت هنا لمهرجان هلا فبراير مكاتب الخطوط الجوية على مستوى الخليج مو بقصرة نسوية مثل ما تقول تاخذ مثلا افتراضية أو نقول تاخذ ليلتين يعطونك الثالثة فريق هناك تسويق ولكن هل هو بالشكل المطلوب أو الكافي برأيه؟ يعني لدينا مكاتب في الولايات المتحدة لدينا في لندن لدينا في جمهورية مصر العربية مو إحنا إذا طلعنا بره شوي أنا ودي صراح أنا ودي أوصل وين بس أنت مثل ما تقول يعني تشتغل على قد إمكانيات اللي معاك مو مقصرين الكويتية كجانب دعم يعني إيه مو مقصري لا لا الكويتية مو مقصري بس هنا عندنا احنا مشكلة لما أنا أسوق حق أمريكا الأمريكيين بي الكويت شي بي قولي شي بي أوروبي 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 بي الكويت شواطئ ربما غالبا لا يروح بي ميين يعني يروح بي ميين طيب يعني هي السياحة منفتحة على التسوق منفتحة على اكتشاف أماكن جديدة منفتحة على أماكن تراثية يعني لدينا ربما بعض أماكن التراثية باستطاعة الزائر أن يقوم بها مو بس تذي عندنا سلم كله شوف لو تيب واحد من بره من أوروبا أو من أمريكا تلففها لكويت وتقول له هذا تذي وهذا تذي وهذا تذي يهول يطيق على راسه زين ترى إحنا عندنا أماكن صراحة يعني يعني أكثر من رائعة زين في السياحة خل الجزر زين عندنا سلم كله الخط الساحلي كل عندنا البر عندنا الشاليهات عندنا بيت العثمان عندنا السقل المباركية سقل المباركية شيء مو طبيعي بيت السدو بيت السدو القصر الأحمر القصر الأحمر زين قاعد زين عندنا أماكن مس أفتح لا نزل نتحدث عن ربما قطاع يعني الهجرة في وزارة الداخلية دعنا نأخذ استطلاع الرأي الآخر حول التنظيم لهذا المهرجان لهذا العام ومن ثم نتابع ما تبقى من حلقتنا موسيقى 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 ما في نقص يعني بالأقص ممقصرين وقت الحفلات مونسين هالعوائل ومستنسي والحمد لله نبي أفضل من جدي أكثر شوي اهتمام هلا فبراير نفسه لأن هلا فبراير ناس كلها تفرح فيه ناس كلها تجي من بره عشانا نبي أكثر اهتمام بس مرحل الحقيقة رأي في يعني في هلا فبراير والمجموعة اللي الهيئة اللي مسؤولة عن هذا الحفل نشكرهم الحقيقة هو الشيء لأنه لكل صراحة مستنسي إخوانا الخليجين أيضا يعني كل سنة يحرسون على هذا اليوم لازم يحضرون هنا للكويت لدرة الخليج سأعتبره الحديقة الحمد يعني بعد هذه العينا نود أن نسأل عن المشاكل التي تواجهكم دائما من خلال التنظيم ونحن نتحدث عن التنظيم في هذه النقطة ما هي المشاكل التي تحدث في المهرجانات السابقة وتتوقعونها في كل مهرجان يعني من ناحية التنظيمية ربما عدم التزام بعض الزوار لبعض الأماكن أو عدم التقييد ربما بأوقات الفعاليات أو حتى الحضور متأخرا أو الازدحامات يعني أي مشاكل تواجهكم في هذا المجال أمس كان عندنا أمسية شعرية كان في الشاعر المليئة اللي هو الزياد بن حجاب الصالة عندنا تقريبا نشيل ألفين اللي بره يمكن ثلاثة ألاف وبدشون نقول له فل لا قصب بدش الحفلات الغنائية يقول ما في تذاكر أنا بدش هذه الأمور مو بس يعني مو بس مشاكل تزعجنا ما الحلول أستاذ وليد؟ دعنا نتحدث عن الحلول طالما أنه عرفنا المشكلة نبي مسارح مسارح جديدة مسارح جديدة ألا يمكن استغلال مثلا يعني مدرجات الملاعب الرياضية لبعض هذه الفعاليات؟ الجو ما يساعدك ولا حتى صالات الألعاب يعني كما هم أستغل في صالة تزل لا تنسى أنا شركة خاصة ربحي أنا أفكر بالربح بضبط لكن تعاون مع كثيرا يعني خلنا نقولك إحنا حسبناها ملعب الجو بارد ما تدريج سيريا التدريب الكويت صالة رياضية مثل ما تفضلت كراسيها شوية لو بنتكلم على مسارح مسارح الدولة تنشئ مسارح الدولة تنشئ إذا الله خير مسارح أكثر شيء خمسمائة شخص ما تنفع ما تنفع يعني حق أمسية شعرية ربما أكبر مسرح كان لدينا تم يعني هدمه مسرح الأندلس أعتقد الأندلس كان هو الأكبر أدل أمسية شعرية أقولك الفين داخل ثلاث تراث تراث بره تعطيني مسرح خدسية إذن نحن بحاجة إلى مباني جديدة مباني جديدة بحاجة إلى الدعم أكثر بحاجة إلى انفتاح أكثر على أقولك شغلة يوني قالوا لي على وجهة لأستاذ وليد يوني قالوا لي ما بيك تسوق المهرجان هل فبراير بره الكويت قلت لهم أنا ما أسوق هل فبراير أنا أسوق كل الفعاليات الكويت ومن ضمنها الموروث المباركية المحافظات أي شيء موجود بالكويت أنا أسوقها أنا ما أطلع بره الكويت أقول مهرجان هل فبراير أستاذ وليد الصقابي عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الأعلامية لمهرجان هل فبراير 2016 كل الشكر لك لحضور هذه الحلقة وهذه الإضاحات والشكر موصول لكم مشاهدين رأى وطنية حلقتنا انتهت السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة